السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن الأما بينهما أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد اللهم لك الحمد كله وبيبك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على ميته وسره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم سبحانه من تكلم سمع نبقه ومن سكت علم سره ومن عاشف عليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه لا تحوه الأبطار ولا يدري عليه ليل أو نهار ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيب وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيره من خلقه وحبيبه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره وعلى الدين كله وكفى بالله شهيداً فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح له المهمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم جازه عنا خير ما جزيت به نبياً عن قومه ورسولاً عن أمته اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يروى في الأثر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورغي الله وعنه أرضاه وقد كل من قبل أنه كان عالماً جليلاً ذاقع الصين الكل في العالم الإسلامي يعرف أحمد بن حنبل وفي أحد الأيام وهو يمشي وحدهم ليلاً إذ خرج عليه لس فأوطفه وهدده حتى يأخذنا معه فلما نظر اللس في وجه أحمد عرفه فتركه فانصرف أحمد المفكر وفي صلاة الفجر لما ذهب الإمام أحمد إلى المسجد وجد اللس يصلي بجوانه فتعجه وقال هل أقلعت عما كنت عليه حالك ما لي مصدر رزق غير هذا الطلب قال فكيف يجتمع من أقيضانه كيف؟ كيف تسلق الناس ثم تذب تصلي قال فتحت باباً بيني وبين الله عسى الله أن يفتح لي أبواب الخطر نتعلم من هذا الكلام أننا ذو خطر ما بنا من أحد معصور وما بنا من أحد قوي هذه القوة التي تمكنه من منع نفسه عن معصية الله كلنا نعصي الله وكلنا نعلم أننا نفعل الحرام وكلنا نعلم أن الله يراه في أحد الأيام لما لقي أبو بكر حنضبت قال كيف حالك يا حنضبت فقال نافق حنضبت يا أبوابت والحديث يحتاج إلى شرح حقيقة الحديث في صحيح نصب يحتاج إلى شرح لكن دعونا نختصر فيه حتى لنفقد المعنى الذي نريد أن أقولهم يقصد الإمام أحمد نافق حنضبت قال ولم قال نكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرنا عن الجنة وعن النار فكأنها وغلعين فإذا أبنا إلى بيوتنا عافسنا الأولاد والضيعات ونسينا كثيرا قال إن كنت كذلك هذه هواية أخرى فقال نافق أبو بكر بكلنا بنفس الحال هلما بنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول حضرة ما قاله لأبي بكر لرسول الله هذه المرة فيقول لو أنكم تكونون على الحال التي تكونون فيها هذه لصفحكم الملائكة على رسول طرق ولكن ساعة وساعة أحبابي الله لا تكون أبداً عوناً للشيطان على أخيك أبداً لا تكون أبداً عوناً للشيطان على أخيك فإذا رأيت أخاك المسلم قائم على معصية قائم على حرام عظه في الله بشكل لطيف دون أن تجري حبيه ثم بعد ذلك اعلم أنه قد يكون الله سبحانه وتعالى قد أعد له أبواب الخير سافر أحمد بن حنبل في الموسم التالي إلى الحج فرجل ربناً ملتصق بباق ملتزم تعرفون مهامي المنطقة الذهرية الجميلة في الكعب وقد ظل يبكي ويقول يا ربي تبت إليك من كل ذنوب والمعاصي ولا أعود إليها أبداً فنظر في وجهه فإذا هو النص الذي كان قد أوقفه من أمس أرأيتم فتح باباً مع الله وقال عسى الله أن يفتح لي أبواب الخير فهدام الله متاب عليه ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين لذلك قال العلماء قولاً جميلاً قالوا لا تقسم أبداً على فعل طاعة ولا تقسم أبداً على فرك العصير فإنك ضغيف قد تقسم على فعل طاعة ثم لا تقوى عليها وقد تقسم على ترك العصير ثم لا تقدر على تركها ففعل طاعة وترك المنكرات إنما هو بعول من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى دليلنا على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود وحسنه الألبني قال معاذ بجبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ يا معاذ والله إني لم أحبك والله إني لم أحبك فلا تدع في دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك من هذا الحديث نفهم أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما هو الذي يوحى إليه الرب العالمين ورسول الله هو الذي يوجهه أم بالتوجيهات اللطيفة التي تفتح القلوب يعني لما حنظره يقول لأبي بكر إننا فتح حنظره ما أستهوى الوكر لما حنظره أقول نكون عند رسول الله يخبرنا عن الجنة والماري كأنها رغي عين فإذا ذهبنا إلى بيوتنا ما قال لا 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 ليس عليك حرج فأنا أعرف هذه القصة رسول الله بينكم كما قالوا واعلموا أن فيكم رسول الله أبو بكر لا يفضي أبو بكر لا يتكلم رغم أنه ليس منك أحد في الأمة بعد رسول الله أفضل من أبي بكر ومع ذلك ما تكلم أبي بكر هي من النتفق نسأل رسول الله الذي يوحى إليه من السماء ينزال بينه كيف يتكلم مثلي وبثلك يا حنظره هنا رسول الله يقول لمعادل في جبل يقول والله إني لا أحبك افهم أخي في الله يا أن تدعو الناس إلى الخير أن هناك مفاتيح للقلوب لو ملكتها ملكت الدنيا لما تقول واحد بالله إني لا أحبك منتظر والله ما قلت له بعد ذلك لو شعر حقيقة لحبك لو شعر بصدك أنك تحبه حقه لا استمع إليك والله إني لا أحبك ثم قال له نصيحة غالية لا تدع في دقر كل صلاة كلها فتصلي صلاة مفروضة نافلة لا تدع في دقر كل صلاة يعني بعد كل صلاة مباشرة أول شي تفعله قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن إليك اسمع الكلام كويس شوف أخي النبيك صلى الله عليه وسلم لما يختاري كلمات ويقول قل اللهم أعيني 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 يعني ساعدني إذن أنا لم أتوقف عن العمل لم أقل يا رب أن تقوم بالموضوع كله يا رب جعلني لا ولكن أنا سأفعل وأحتاج إلى العلم لأن كثير من الناس يأخذ الله ولكنه تفطر إمته يا أخي في مواقف صعبة مواقف صعبة يعني لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أذكروا الله ذكرا قليلا ولا كثيرا 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 ليه؟ لأن الذين يذكرون الله قليلا هم من؟ المنافقون أن يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أنتم أذكروا الله ذكرا كثيرا يقول بالمجاهدين في سبيل الله في أثناء القتال أثناء القتال أنت لا تذكر أحد من نفسك تذكر عندك تركيز عاوز تركيز كيف تتفادى ضربات العدو وكيف تسدد ضربات المضربات هو تركيز المقاتل هنا كل مقاتل في الدنيا يكون عنده تركيز في هذا التوقيت كيف ينجي ولكن رب العالمين قال وليكن تركيزك كله في ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا ذاقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعن لمن تذكره هو في الوقت الآن نعم واذكروا الله كثيرا والله سبحانه وتعالى قال لأن الطاعات تدوجوا بذكر الله الطاعات تدوجوا بذكر الله يعني الصلاة ربنا قال ليه فإذا فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وإيه وابتنوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون طب في الحج لمن نحن عندنا ما شاء الله يعني اثنين من الأحباب جاء من الحج فلتكن هذه يعني تذكرة رب العالمين سبحانه وتعالى قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له من الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقناع دار أقول لحضراتكم أن الذي يقوم بطاعة كبرى كالصلاة كالحج يشعر بقيمة ذكر الله والسر في ذلك واضح أمام كل من له عين يرى بها واضح أن الذي يتعبل بالله سبحانه وتعالى بعبادة كالحج هو حالا فقر الآن كان يلبس إحرامه الذي ليس له ضيوب يلبس إحرامه الذي يذهب حقيقته أمام الناس يذهب أمام الناس في معام كله في حياته كلها أنه خليل أنه متمكرا فإذا جاء أمام رب العالمين ظهر على حقيقته يلبس كفنا كفنا يواري به سوأته هذا ليستذهب به إلى قبرك أخي في الله فحقيقة الإنسان يدرك الحقيقة في موقفه عند الناس وقبلها عند الحج الموقفين كأن الناس في حل في حل يستيقظ الناس من أحلامهم عند النوت الناس الناس نيام فإذا نات وعند الحج لأنه يدرك الحقيقة يدرك كم هو فقيش يدرك كم هو قليل بنفسه كثير بربه سبحانه وتعالى يدرك الحقيقة أنه عبد يدرك الحقيقة أنه محتاج لرب العالمين يدرك الحقيقة أنه بغير الله يضيع ولو خل الله بينه وبين نفسه لهلك إذن نحن في أمس الحاجة إلى الله يقول يا معاذ لا تدع في دور كل صلاة أن تقول اللهم أعيني على ذكرك على ذكرك وشكرك يعني اجعلني يا رب مش من الشيات دي بس ولكن ألضا يا رب أعيني على شكرك أن أقوم بحق الشكر يا رب دا قول عليه السلام كما وارد في الأثر كان يقول يا رب كيف أشكرك اسمع كيف أشكرك وشكري إياك نعمة منك فسحب الشكر يعني سبحان الله كيف أشكرك وشكري إياك نعمة منك يعني أنا لا شكرتك إلا بعون منك فأنا أشكر مرتين ولا أشكرك أقرب فقال رب العالمي من أعليك هذا فقد شكرتني إذن أتحقق شكر القلب اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أن أعبدك يا ربي بأقصى ما أستطيع أن أعبدك أن أعبدك بأن أكون عبدا طيعا لينا خاضعا مستسلما لجلالك يا رب العالمي من مما يستطيع أن يقول هذا الكلام فنصيحة النبي الغالية صلى الله عليه وسلم للأمة في شخص معاذي من جبل يجب أن نتبعها جميعا ويجب أن نسمع لها جميعا في قدوب بكل صلاة أقول الله ما أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقول قولها لا أستطيع الله وعلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وضع الله وعلى الله وعلى الله وكذلك لديك فرقبًا أنا ولدك عو aquesta عدود والله دعين يَسْلَيْهَ نَسْلِيمِ !" وإنه يومي وإنه يومي وإنه يومي وإنه يومي وإنه يومي من أجل الأسفل أنه في الأولى من قطعة المحطة في الحديث عن مواذ بن جبل عندما قاله أنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأسفل الله أحبك هذا هو وعليه of the heart. If you want anybody to listen to you, show kindness. Be nice. Say something good. Tell him that you love him. You care about him. You say that because you really want him to be the best. You, subhanAllah, this message with your wife, especially with your wife, with your kids, tell him that you love them. Let them feel the truth. حيث يتعين لكي تفع صحيح يتعين لهم انت تقول لك لكي تريد شيئاً اكتشار ذلك يعنيおっهم اعني أحبك النبي الله سبحانه الله السبحانه الله النبي الله يقول احبك سبحانه الله هذا لذا لذلك سوف يقول لك مبير إنه يبدو أن هذا يبدو أنه يبدو أن هؤلاء لكن جميل صلى الله مماء إنه لا تبدو أن نشكل عملك إنه شيء على منطقة تجوز فكل شكل عميت حقيق سنجد يقول إنه محمق بعد كل مشكلة سنجد يقول الله علينا إبعدل لديك للغاية انه고요 بلغة جيدة العم enjoying pointing سبحانه وتعالى to accept their dua for us all and for all ummah of Muhammad صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين now we're going to remind them and remind ourselves the best thing ever after high you should do to remember Allah سبحانه وتعالى by the night and by the day I'm going to tell you something that remembrance of Allah سبحانه وتعالى will protect you so many times in your life every time you are about to do something wrong to commit a mistake or to make a mistake that سبحانه وتعالى remembers of Allah سبحانه وتعالى is going to save you is going to save you will save you for sure I know I was just reading about the people before Islam before the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم one of them his name was القص بن سعيدا he said something amazing he was looking watching you know and he said something he said my dad passed away my grandfather passed away my neighbor passed away they came from the same place and all of them passed away what about me he said he realized that he realized that he's going to die as everybody died he's not going to happen death will come to me as has happened with everybody else I'm not so special to be alive forever no I'm just a person regular person so I'm going to die my dear brother and sister Islam before the time of the Messenger this is the truth as Muslims we're going to benefit from something like that when we remember Allah by reading the Quran by mentioning the name of Allah this is a portion this is one act of worship to Allah what we need to get benefit from remembrance of Allah it's very important I'm going to give you two examples inshallah we have time this is two beautiful stories I'm going to tell you something amazing that if you are really Muslim it means you're really submitting yourself to the way of Allah you're really following God you're really following the rules of the book of Allah you're going to find in every single ayah something going to remind you in the Quran when you read the Quran subhanAllah one day a man he was a worshiper his name was Bar-Sisa Bar-Sisa he was a good worshiper means he prayed he fast he stood everything right but unfortunately he was he had he had no knowledge he is not a scout he doesn't know anything and this is a big calendar so many Muslims they pray as other Muslims pray he just imitate other people he fasts as other Muslims do I was telling my dear brothers in the morning that Ali ibn Abi Talib he said something amazing to his son he said he says he says so many people he have a lot of experience how to live with his money but when subhanAllah when the calamity hits his religion he knows nothing he doesn't he's unaware he doesn't understand so we are as Muslims we need to be more educated about our religion and that will never happen unless you come to the masjid it is not enough to listen to lectures to read the book come to the house of Allah try to be almost here this is the house of Allah and here where is Allah wants you to be in the house of Allah so Bar-Sisa he was a worshiper you know and everybody always watching somebody fasting had the sign of the prayer in his face maybe had a beard you gotta call him Sheikh they would think that pious person they would subhanAllah think that about people who had his signs so he had neighbors and those neighbors were three guys they had a sister and he came one day to Bar-Sisa to say oh Bar-Sisa you know we want to travel long travel long journey and we do not trust anybody to be honest or to save or to protect our sister so you are the only one who can do that he said no 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 I cannot do that she's a girl and a man I cannot do that no 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 just don't do anything just every day just send her some food and that's it and watch this nobody's watching her nobody's around and that's it he said okay I'm gonna do that in the beginning he was getting the food put inside you know in the front of the door and leave that's it one day the shaitan satan came to her and said oh Bar-Sisa you should make sure that she got the food you know how did you know that there is no animal came and eat this food and that you should make sure that she got the food he said okay I'm gonna wash so he put the food and he was waiting on the side till she came out and she got the food and now I'm okay and for the first time he saw her and she was so beautiful you know what happened something happened in his heart and the second day the shaitan came again and he said what if she got sick sometimes she needs somebody to ask about her just ask her how you doing talk to her a little bit that's it he said okay I'm gonna do that and he stood up outside the door and he just how are you how you doing everything is okay I'm okay that's it second day shaitan came again and he go what if you went inside a little bit and talked to her that's kind of things you are alone single and she is alone and you have nothing to do there is nothing wrong with that and he did he entered the house there is nobody but them and the shaitan was the third person now what happened of course you know he completed adultery and she became pregnant this girl and he was thinking a lot what I'm gonna do when her brothers come back what I'm gonna say I'm the one who was trust these they trusted me on her on their sister what I'm gonna do now shaitan came again and said kill her kill her kill her this is the only solution you know what happened he killed her and he buried her behind the house in the backyard and nothing happened after that shaitan they come now they start to ask Allah to forgive him or Allah asked forgive me and start to worship them their brothers came after a long time where is our sister I don't know one day I send a food there is nothing happening nobody replied I think she left that's what happened at the same time shaitan came to the brothers in their dreams and he told them what happened you know what happened your sister in the backyard was buried in the backyard with her baby Barceza did that to her sister and he went there of three of them and they started to dig the ground and they found their sister she was pregnant and he went to the judge and the judge got Barceza and Barceza admitted shaitan foiled me shaitan trained me and now I'm admitted I admit that I commit adultery I commit murder and guilty shaitan so the judge said we gonna kill him hang him and that's what happened they went and he gave the rope around his neck shaitan came to him at that time he said oh Barceza I'm the one who fooled you I'm the one who told you to do everything and there is no one in the world can save you in this minute but me he said how can you save me he just frustrates makes to me to 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 me how can I do that my neck has a rope around he said just move your head like that and he moved with his head to the shaitan and shaitan let him go and he killed him this is one of the examples of the people who followed their desires my dear sister the second story can explain everything how to remember Allah how to use Al-Qur'an Al-Kareem to help yourself Allah Subh'ana wa ta'ala says in Al-Qur'an did you see the fire which you have Allah means fire as a reminder every time you touch the fire or you feel the heat of the fire you gonna remember the fire in the day of judgment the after so if you are about to do something bad you never stop one day and this is one of the greatest scholar in Egypt from Azhar Sharif in the old time he published a long time but one of his books he said a beautiful story about a man came from the country you know to the city to ask about one of the students he studied in Al Azhar a big college called Al Azhar a lot of students you know and he was asking about a student one student in this place and the big manager you know the boss the big head of Al Azhar he asked the man how do you know his name he said no how he looked like he said I don't know how can I get that person that student to you he said he has a sign he has 10 fingers he's buried he has 10 fingers he's buried so I'm looking for this guy he said yes I know him so they went and got us these students and this man he was sending to this student and asked him a question do you know the girl which is which she spent the night in your room said yes I know her he said tell me what happened and now listen to what happened now the student is telling the story he said one night I was going home and before I reached my home there is a girl she was standing by herself looking around it looks like she lost and I came close to her and said what is wrong what happened why girl in your age and in our country at that time it was a shame that a girl in this age stay outside the home and late nights now everything is okay no problem what's wrong she said I came with my dad from our you know place far place by the train and I was lost I lost my dad and I don't know what to do he said I can get you to the train now to the train station have a ticket and I can send you home there is no trains before 6 in the morning so now it is maybe 10 11 at night he said what I going to do I cannot leave her alone by herself in the street this is the manhood to be a man to stand up for the truth to do the right things to control your desire this is the manhood this is the real manhood not muscles and jamb no the real manhood to be a Muslim wallahi to be good Muslim I am sorry I talked long time but I am going to continue this story quickly what happened he took her to his room on the roof in the building and there is no one was aware about what's coming up nobody knows about the girl or the young man nobody knows anything and he said I'm sorry my place is too small so you can just sleep and I'm spend the whole night studying you know the Quran and the sunnah of the prophet on the side and he said in the old time they had no electricity they had like a lamp using like ursine or gas or something you know and you put it beside you and you start reading hardly you can see the words in the book and of course because of the flame of the fire it was so hot you cannot touch it so he was a young man he said every time shaitan come to my mind and he said you are a young man and nobody knows anything about this girl if you go and do something he said I put my first finger on the lamp until I felt the fire and I remember the day burned me in the hell fire so I burned my finger for the first time and I said oh Allah forgive me this is shaitan when my bird come down shaitan came again and started to whisper in my ear and I did again the second one third one until I burned my ten fingers and I said now I cannot do anything look on yourself that happened because of just a lamb gas something you know happened in the whole life what about the hereafter when Allah put you in the hell fire for a long time and the day of the in the day of judgment the days equal to one thousand years of our life of our time he said in the morning I went to pray and she got ready and I got her to the train station I got a ticket she left I don't know her name I don't know anything about her he said by Allah that woman came to ask about him by Allah this is exactly what my daughter said that's exactly what my daughter said and I came looking for you to get your wife from my daughter would you accept that he said yes and he became a very great scarl in the future that's what we need my dear brother and sister to learn from the Quran to learn how to protect yourself from evil how to protect yourself from committing sins how to stop your desires how to control yourself from the point of Allah subhanahu wa ta'ala my dear Hujjaj my dear brother you know who came just from Hajj remember that you are stoning the shaitan this is very important advice it's going to take one minute there everybody was watching you when you were stoning the shaitan in the front of people and say Allahu Akbar you stood in the shaitan in the front of everybody you announce in the front of everyone shaitan is your enemy so when you come back here don't take him as a friend you announce that he's your enemy when you were making qu'af you announce the reality for Allah you are my lord I will never ask anybody else for anything don't come back and start to ask people depend on people rely on people don't do that when you make tawaf or you are walking in this long ways going back forth and what happened you announce that you follow Ibrahim you follow Ismail you follow harder than mother those people who Shaitan had no control upon them no control he came Shaitan to the three people in their tests he came to Abraham how come you are going to slaughter your son the only son so he told Shaitan Shaitan ran away and he came back to Ismail how come your father this old crazy man gonna slaughter you so don't follow him he scorned him again now begin to the hardest one hardest parts Hajah the mother you told her listen your husband gonna slaughter your only son what are you gonna do she spawned right on again so when you went there you announced that you are following those great people you asked Allah to make you in the day of judgment in jannah insha Allah with the prophet Muhammad with Ibrahim with Ibrahim with Ismail with Hajjah with us say ameen ameen we ask Allah in this beautiful hour of the Friday we ask Allah to accept all our good deeds and protect us from shaytan and make the quran reminder for all of us Ibrahim Ibrahim نو ارحمنا وارحمنا وصورنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوما عرض عليك لا برعلم إشف يا أرض مرضى على أرحمنا وتالى اختم لنا ربك بالباقية والصالحة في أعمالنا كُلن لذا ولا تكون علينا ننصر ولا تنصر علينا خذل عننا ولا تخذل بحب رحلة0 واسعة تبن بها ع سوارك برحمة يارحم الرحمين يا رب العالمين وصديه رمض الض. وبايك رمینا محمد معا وصحبه نجمعينه